موسيقى ولما نزل العادل عن المرجس صفار سير ولده الملك المعظم عيسى وهو صاحب دمشق في قطعة صالحة من الجيش إلى نابلس ليمنع الفرنج عن البيت المقدس أقول وهل البيت المقدس لغض عنده إذا كانت عنده قدرة على المنع عن البلاد فهل البيت المقدس أكثر حرمة وأشرف من الناس وأعراض الناس وأرواح الناس وثغور المسلمين وآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف من المسلمين وهل البيت المقدس أكثر أقول وهل البيت المقدس أكثر حرمة عند الله من الآلاف المؤلفة التي أبيدت على أيدي الفرنج وعلى الحرمات التي انتهكت والنساء والأطفال المسلمين الذين أسروا واستعبدوا والذين أجبروا على ترك دينهم سؤال لابن الأثير وكذلك للمنهج التكفيري التيمي ولا ننسى لاحظ التفج جيدا كما أن البيت المقدس لا خصوصية له بالتقديس عند المسلمين وزعماء المسلمين وطوائف المسلمين كما بينا خلال البحث وفي المحاضرات السابقة لا أهمية له كذلك لا أهمية قصية له عند المتسلطين الفرنج نعم يأخذ هذا كوسيلة للتأجيج ويأخذه ذاك أيضا كوسيلة للتأجيج وللتحرير لكن من الناحية العسكرية من الناحية الاقتصادية من الناحية الاجتماعية لا يوجد دافع لفتح بيت المقدس لتحرير بيت المقدس للحفاظ على بيت المقدس للدفاع وعن بيت المقدس للإبقاء على بيت المقدس بدليل أنهم سابقا كما قلنا هدموا وخربوا الحصن وتركوا البيت ولم يتحركوا نحو البيت ولم يهتموا للبيت لسنين طوال ولا ننسى المواجهة التي حصلت والقرب من الفتح للبيت المقدس لكن سرعان ما تركه صلاح الدين وترك نور الدين زنكي في المواجهة فغدر به وترك تحرير بيت المقدس إذا لا أهمية عندهم من الناحية العسكرية فنقول هنا إذا كانت عنده قدرة على حماية بيت المقدس إذا كان ابن العادل عنده هذه القدرة لماذا لم يرسل الجيش لماذا لم يرسل ابنه للحفاظ على ثغور المسلمين لماذا لم يواجه هناك ويقول ليس عندي جيش إذا كان قادرا على حماية بيت المقدس لماذا لم يكن قادرا على حماية باقي المدن أم ذكر هذا هو لإلساق بعض الخصوصية والتمجيد للملك العدل الذي فقد كل مميزات القيادة والرئاسة والحكمة والشجاعة والعدالة أما لماذا لم يذهب الفرنج إلى بيت المقدس لا لسنا في مقام تقييم هذا الأمر لكن كما قلنا بيت المقدس ليس له خصوصية عسكرية لذلك الفرنج تمسكوا بالمدن بالساحل لأن الإمداد يأتي من البحر فكانت المناطق الساحلية هي تكون محصنة بالنسبة لهم وجاهزة ومهيئة ومناسبة لأن تصل لهم الإمدادات وسيأتي الكلام عن مصير البيت المقدس وأن سيصل به الحال ليس ببعيد إن شاء الله مع ابن الأثير ومع السنوات القادمة من تاريخه سنعرف بعض الأمور عن البيت المقدس